دلوقتي موعد موجز الثامنة صباحاً لأهم وآخر الأخبار مع لمياء حمدينة فضالة لمياء شكراً لك محمد الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم طلق وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من مفاوض الاتحاد الأوروبية لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فريهلي في إطار متابعة نتائج زيارة الوزير شكري الأخيرة إلى بروكسل وحرص المفاوض الأوروبي خلال الاتصال على إحاطة الوزير شكري علماً بالمستجدات الخاصة بقمة دول الاتحاد الأوروبي الأخيرة في بروكسل وتم فيها إقرار مخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار للاتحاد الأوروبي ومن بينها مصر في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة من 2021 وحتى 2027 وما يتضمنه هذا القرار من تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وأهمية زيادة حجم ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وإزالة أي معاوقات تحول دناء وصولها بالشكل الكافي والمستدام يقوم وزير خارجية فرنسا ستيفن سيجورني بجولة إلى منطقة الشرق الأوسط في الفترة من الثالث وحتى الخامس من فبراير تشمل مصر والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان وتهدف جولة الوزير الفرنسي إلى العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق صراح المحتجزين والحديث عن إعادة فتح أفق سياسي وهي إحدى ركائز مبادرة السلام والأمن للجميع التي قدمها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وشدد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية على أساس المبادئ المعروفة وحل الدولتين استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب عدد آخر فجر اليوم جراء استهداف قوات الاحتلال لمنزلين مأهولين في رفح جنوب قطاع غزة وأفادت وكالة وفا للأنباء أن قوات الاحتلال قصفت منزلا يأوي عشرات النازحين شرق رفح وأن القصف أصفر عن سقوط 11 شهيدا على الأقل وإصابة عدد آخر وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم العشرين بعد المئة حيث ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ذلك الحين إلى 27 ألفا وواحد وثلاثين شهيدا أغلبياتهم من النساء والأطفال وعدد المصابين وصل إلى 66 ألفا ومائة وسبعة وثمانين مصابا في حصيلة غير نهائية ولزل آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات وأن الاحتلال يمنع طواقم الأسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم قال متحدث باسم قوات المسلحة العراقية يحيى رسول أن ضربات جوية أمريكية استهدفت مناطق حدودية في العراق محذرا من أن هذه الهجمات قد تشعل عدم الاستقرار في المنطقة وفي بيان له أضاف المتحدث باسم الجيش العراقي أن هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويدا لجهود الحكومة العراقية وتهديدا يجر العراق المنطقة إلى ما لا يحمد عقبه وستكون نتائجه وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة وكانت القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم قد أعلنت أنها شنت غارات جوية في العراق وسوريا وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أن القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفا باستخدام طائرات تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أصدر أوامره بتوجيه ضربات تستهدف منشآت في العراق وسوريا مشيرا إلى أن تلك المنشآت تستخدمها مليشيات مسلحة لمهاجمة القوات الأمريكية مؤكدا أن الرد سيستمر في الأوقات والأماكن التي تخترها الولايات المتحدة وأوضح أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم أكد وزير أشؤون الخارجية الهندية جاي شانكار أن ضم الاتحاد الأفريقي العضوية مجموعة العشرين كعض دائم كان خطوة كبيرة على طريق تحقيق النهضة الأفريقية وأن ذلك أثار في الوقت نفسه نقاشا بشأن التعددية وإصلاح الأمم المتحدة جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير أشؤون الخارجية الهندي بمناسبة إصدار كتاب جديد بعنوان الهند ومستقبل مجموعة العشرين صياغات سياسات من أجل إيجاد عالم أفضل وأضف أن ذلك يعتبر خطوة كبيرة على طريق نهضة أفريقيا وأصبح هناك اعتراف الآن بضرورة أن يكون لأفريقيا صوت حقق معرض القاهرة الدولي للكتاب رقمين قياسيين جديدين خلال تسعة أيام من فتح أبوابه للجمهور حيث بلغ إجمالية عدد الزوار أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف زائر فيما سجل اليوم التاسع من المعرض حضور نحو سبعمائة ألف زائر مما يعكس الإقبال الكبير على هذا الحدث الثقافي البارز أكدت أيضا وزارة الثقافة أن المعرض تفرد هذا العام بالعديد من المشاهد الاستثنائية واستطاع تقديم وجبة ثقافية متنوعة جمعت بين ثقافة والفن والأدب والشعر وغيرها من دروب ثقافة المتنوعة معربة عن أملها أن يختتم المعرض بعدد زوار يفوق العام الماضي بجميع أيامه والذي يبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف زائر نظمت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني احتفالية تحت عنوان حكاية راعي مصر وأكدت وزيرة الدولة للهجرة السفيرة سوها الجندي أن مؤسسة راعي مصر تسعى دائما لتحقيق الكثير من الإنجازات في العمل الخيري وهي واحدة من نماذج العمل الأهلي الوطنية من جانبه قال رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر المستشار أمير رمزي أن المؤسسة تسعى في عام 2024 لاستكمال مسيرة العطاء من أجل تنمية الإنسان وشددا على أن هذه الاحتفالية تأتي لتقديم المساعدة لأكبر عدد من الفقراء والمحتاجين والمرضى ورياضيا تأهل منتخب القنغو الديمقراطية إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لقرة القدم بعد الفوز على نظيره الغني بثلاثة أهداف مقابل هدف المباراة التي أقيمت بينهما في ربع نهائي البطولة يتي ذلك فيما تأهل أيضا منتخب ناجيريا إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية بعد تغلبه على منتخب أنجولا بهدف النظيف هذا ومن المقرر أن يلتقي اليوم في دور ربع نهائي منتخب مالي وساحل العاجة كما يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره الرأس الأخضر مشاهدينا انتهى موجز الثامنة ونعود لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل